بيوت مسلمين جحيم لا يطلق ما في ود ما في محد هذه الآيات وتلك السور يرد بهم السحر ويرد بهم المس ويرد بهم كيد شياطين الإنس الذين هم من بني جلدتنا لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها والله يا أخوان أنا متألم جدا بسمع من أخواننا بالهاتف وشكاوى مكتوبة بيوت مسلمين جحيم لا يطلق هذا قدر هذا خطأ مقدر ألا تستطيع أن تكون زوج راق زوج مهذب زوج لطيف زوج متسامح زوج عطوف زوج رحيم ألا تستطيع أيها الزوجة أن تكون واعية كسب المال صعب جدا صار عقبات ومتاعب وضغوف وقوانين وقوانين هي برتاحة تريد كل حاجاتها بلا تلك متع زوجة ضغطها الشديد أحيانا يخرجه من ابتزانه فيه بالبيت شيطان إما مع الزوج أو مع الزوجة أو معهما معا بيوت مسلمين جحيم لا يطلق ما فيه ود ما فيه محبة ما فيه احترام للأبد ما فيه احترام للأم ما فيه اهتمام بالأولاد مرة تانية مفهوم الشيطان مفهوم ضبابي عند معظم المسلمين أحيانا تلاقي إنسان يندفع إلى الأذى دون أن يربح شيئا أحيانا تقع مصائب كبيرة بسبب كلمة بسبب غفلة بسيطة لذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا دخلت بيتك إذا خرجت من بيتك اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أن أذل أو أذل أو أن أظلم أو أن أظلم في دعاء لدخول البيت دعاء للخروج منه يعني يجب أن تعلموا أنه أكبر هدف للشيطان التفريق بين الزوجين وبين الأخوين وبين الشريكين وبين الجارين حينما يكون المجتمع ممزقا هذا من أهداف الشيطان والمجتمعات الآن أيها الإخوة ممزقة والله آية الكرسي إذا قرئت بصدق وإخلاص إذا كانت مقرؤة بقلب حاضر فإن الشيطان يولي دوره سبحانك يا رب يعني ما في إنسان معصوم أحد العلماء يرى أن هذا المسروع من أجل أن يخرج منه الجنين ينبغي أن يضرب ضربا مبرحا كثيرا قال هذا الضرب ليس له للجنين فتساءل عالم آخر قال ما الدليل لن يرد هذا لا في القرآن ولا في السنة فعمي أكلة موتك أنا عالجات الله ذكر الدواء فاستعذ بالله ما ذكر الضرب وأنا أسمع هذا كثيرا كل إنسان يذهب إلى من يظن أنه يصرف عنه الجن يضربه ضربا مبرحا وقد يكون الضرب فوق طاقة احتماله قال هذا ليس له أصل إطلاق حبما عن آية الكرسي يفضل أن نقرأ لهذا الذي أصابه مس من الجن أو أصابه سحر الساحر أو أصابه مس من شياطين الإنس الآن شياطين الإنس أبلغ أثرا من شياطين الجن شياطين الإنس أخطر من شياطين الجن تلاقي فرضا طفل بريء شاب سهر مع رفاءته شرر كاف الشاي فيه مخدر خلاص بدأ كل شيء يملكه واشترا فيه المخدرات بعدين تبين بعدين سرق بعدين سمح لرفيئه يواقع أخته من أجل سمان المخدر والله في قصص أيها الإخوة عن المخدرات يشيب لهولها الولدان هذا الشيطان فالإنسان يجب أن يكون في أعلى درجة من اليقظ لا تصاحب إلا مؤمنا لا يأكل طعامك إلا تقي مرة ثانية لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي لا تدخل لبيت لا تعرفه ولا تدخل أحدا لبيتك وأنت لا تعرفه الآن الفاتحة يروي الإمام البخاري عن أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي فقال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم قال لي لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل يا رسول الله لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أثير أيها الإخوة حديث ثالث بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما يا محمد ولم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيتا صار المعوذتان وآية الكرسي وفاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة هذه الآيات وتلك السور يرد بهم السحر ويرد بهم المس ويرد بهم كيد شياطين الإنس الذين هم من بني جلدتنا روى الإمام أحمد روى أحمد عن عبد الله بن جابر قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهرق الماء فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي قال فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل رحلة ودخلت أنا المسجد فجلست كأيبا حزينا فخرج علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد تطهر فقال عليك السلام ورحمة الله وبركاته عليك السلام ورحمة الله وبركاته عليك السلام ورحمة الله وبركاته قال ألا أخبرك يا عبد الله ابن جابر بأخير سورة في القرآن قلت بلى يا رسول الله قال اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمه نازلنا في فضائل سورة الفاتحة وروى الترمزي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها إنها السبع المثال أيها الإخوة الكرام هذا الأسلوب الشرعي في مدافعة السحر والمث ومدافعة شياطين الإنس بالاستعادة بالله تكون أقوى البشر بالاستعادة بالله تكون أعلم البشر بالاستعادة بالله تكون أغنى البشر لكن سبحانك يا رب في أشياء كثر تردادها تردادا لفظيا أجوفا فارغا فقدت معناها وفقدت قيمتها مثلا لو أنه إنسان أغضب إنسانا ماذا يقول الإنسان الذي أغضب أشهد أن لا إله إلا الله هل أنزلت هذه الشهادة من أجل أن تعبر بها عن غضبك قد تسأل إنسان مرحب كيف الصحة تقول الحمد لله تحمد من في كلمات من كثرة ما رددها المسلمون ترديدا ببغاويا وترديدا أجوصا وشكليا فقدت معناها أما أنت حينما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد النبي عليه الصلاة والسلام يقول عين الحاسد تضع الجمل في القدس وتضع الرجل في القدس إذا إنسان بنعمة وتباهى بها وافتخر بها وأراد أن يكشر قلوب من حوله بها هيك دخلي هكذا ربحت إلى هذا المكان زهرت بدأ يفتخر بما آتاه الله عز وجل ليستعلي على عباد الله قد تصيبه عين الحسود إنه غافل لما مدح نفسه وافتخر واستعل وكبر نفسه واستكبر أثار الحسد فيأتي حاسد غافل فيحسده فتصيبه العين إن العين لا تدرأ أخطارها بكلمة عين الحاسد طب لا بالعمى لا بهذا لا يرد الحسد يرد الحسد بالتواضح يرد الحسد بعدم إظهار الزينة بعدم التفاخر بعدم التباهي بعدم الزهور بهذا يرد الحسد أما بوضع ورقة مكتوب عليها الحسود لا يسود هذا كلام لا يقدم لا يؤخي أيها الإخوة أنا أنصح إخوتي الكرام طبعا أسأل الله لي ولكم السلامة من الجن أسأل الله لي ولكم السلامة من خرافات المخرفين ومن شعوذة المشعوذين ومن ضلال الضالين ومن كل فساد وتيه في الأرض ولكن أنا أعدكم رسلا لمن حولكم لكل واحد منكم في حوله أناس فإذا وصل إلى سمعه مشكلات من هذا القبيل فليقف وقفة حازمة جريئة وليؤكد أن جهة في الأرض لا تستطيع أن تؤذي أحدا إلا بإذن الله وأن طريق رد هؤلاء هو الاستعاذة بالله ولسيما قراءة الفاتحة والمعوذتين وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة والحمد لله رب العالمين بربكم لو سألتم ألف إنسان من عامة المسلمين عن قضية العين لا أحد يعبأ بهذا المعنى لا أحد يأخذ الحيطة من عين الحاسد الآن في هذا الموضوع المتعلق بالعين فقط لا بد من أن نأتي بالآيات والأحاديث الصحيحة التي تبين حقيقة غفل عنها الناس كثيرا مصائد كثيرة تقع أحيانا بسبب العين لا أقول لكم إن الذي أصابته العين إنسان مستقيم منيب لا في خطأ منه في خطأ أنه أظهر ما عنده ليعلو في نظر الناس هذا ذنب كبير أنت حينما تريد أن تستعلي على الناس وأن تخطف الأبصار إليك وإلى بيتك وإلى مركبتك وإلى أولادك وإلى قوامك وإلى أناقتك هذا منطلق غير شرعي المنطلق الشرعي أن تشكر الله المنطلق الشرعي أن تتواضع لله المنطلق الشرعي أن لا تتوجه إلى إغاضة من حولك فحينما يتجه الإنسان إلى إظهار ما عنده إلى الافتخار إلى الكبر ويأتي إنسان محروم وله عين هذه العين تضع الجمل في القدر والرجل في القدر نحن في أمور الدين أيها الإخوة لا يجرؤ إنسان كائنا من كان أن يدلي بآرائه الشخصية في أمور الدين الدين توقيفي من عند الخالق بالدين في نصوص قطعية قرآن وسنة فالإنسان حينما ينتبه لهذا الموضوع الدقيق موضوع العين ألاف المصائب أو تسعون بالمئة من المصائب سببها عين حاسد وسببها الآخر إنسان غافل عين حاسد والمحسود والمحسود غافل غافل عن الله فافتخر بما عنده وحاسد محروم نظر إلى هذه النعمة فكأن شعاعا مؤذيا خرج من عينه إلى المحسود موضوع العين أيها الإخوة موضوع دقيق لمجرد أن يرد في القرآن الكريم لمجرد أن يرد في السنة النبوية الشريفة فهو موضوع حق ولا بد من أن نأخذ منه موقفا أما أن تدعي أنك ذو تفكير علمي وأن هذه الأشياء التي وردت في القرآن والسنة دون أن تشعر بعقلك الباطن لا تعبأ بها خرافات خزعبلات حينما تنظر إلى قضية عالجها القرآن الكريم ونبه إليها ولم تأخذ منها الحيطة والحذر فهناك ضعف كبير في إيمانك أيها الإخوة الكرام إلى الآيات ثم إلى الأحاديث الله عز وجل يقول في سورة يوسف وقال يا بنية لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكل يعني إنسان حرمه الله الأولاج أنت عندك أولاد في وسامة وفي أناقة وفي جمال وفي تفوق مدرسي تأخذهم إلى هذا الإنسان وتبين لهذا الإنسان هذا الأول يطلع وهذا الثاني وهذا ما للدرجة الأولى وهذا أخذ جائزة ما هذا الكلام هذا تحجيم له ويتألم لما أعطاه ولم يعطني هنا الخطأ المنطلق حينما تنطلق إلى أن تتباهى بما عندك اجعل هذه الآية منهجا لك فخرج على قومه بزينته فخسفنا به وبداري الأرض خرج على قومه بزينته الإنسان قد ينعم الله عليه يزداد بهذه النعمة تواضعا يزداد بهذه النعمة محبة لله يزداد بهذه النعمة خدمة للآخرين والإنسان إذا تواضع مع النعمة كان في أعلى درجات الكمال والله أيها الإخوة أحيانا ألتقي بأناس أغنياء والله قد يشتهي كل إنسان أن يكون غنيا مثلهم من تواضعهم ومن أدبهم مع الفقراء ومن نفسهم الطيبة يلبون أي تدعوى يتواضعون لا يكسرون قلوب الآخرين فلذلك هذه الآية الأولى وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكل تعلمون قبل سنوات عدة أن ثمانية وثلاثين ضابطا كبيرا درسوا في دولة بعيدة أعلى الاختصاصات العسكرية وعادوا إلى بلدهم في طائرة واحدة هذه الطائرة أسقطت هذا توجيه قرآني 38 ضابط كبير باختصاصات عالية كلفوا أمتهم ملايين الدولارات يعودون في رحلة واحدة صيد سميل والأرجح أن هذه الطائرة أسقطت من الأرض والآن في تقنية عالية جدا أنه يمكن أن توجه الطائرة بخلاف توجيه ربانها من الأرض يعني قصة طويلة كنت في مؤتمر في هذه البلاد وقت إثقاط هذه الطائرة وذكرت هذه الآية يعني إنسان محاولت إظهار ما عنده أو الحديث عن دخله الكبير أمام أناس مؤمنين أصحاب دخل محدود أو الحديث عن بيته والله مرة عند دخلت إلى بيت سبحان الله جلست في غرفة الضيوف فقال لي صاحب البيت هذا البيت مساحته أربعمائة متر مربع ما شاء الله في أرقى أحياء دمشق قال لي وهذا البلاد أتيت به من إيطاليا بالشحن الجوي والله شي جميل هنيئا لك قال لي وهذا الأساس مستورد وهذه اللوحة كذا مئة ألف سمنة وهذه السرية أتيت بها من إيطاليا غريب أنا ما سألت ولا سؤال لا يزال يحدثني عن هذا البيت وعن مساحة البيت وعن نوع البلاد وعن الأساس وعن اللوحات التنية إلى أنضقت به زرعا فقلت له ما قولك ببيت في حي فقير جدا من أحياء دمشق واحد ساكن بحي فقير وسئل أين تسكن قالهم ببلاكستون سيتي فإنسان ساكن بحي فقير بيت شمالي المياه المالحة مكشوفة البيت من دون كسوة من دون طلاء قلت له وازن بين هذا البيت الذي تحدثني عنه وبين ذلك البيت المسافة كبيرة جدا أحيان تلاقي ببعض البلاد يعني قصر مكلف مئة مليون جنبه خيمة بدو في حالات رأيتها بعيني خيمة إلى جانب قصر خيمة ما فيش قلت له الفرق بين دكتور في الجامعة وأستاذ معلم ابتدائي يعني لا يكاد راتبه يكفيه أياما عدة وبقرية وعليه أن يمشي مسافة طويلة مشيا على قدمي كم هي المسافة بين أستاذ في الجامعة دخله كبير وله مكتب فخم وعنده ساعتين ثلاثة وهو أستاذ ذو كرسي وبين معلم ابتدائي المسافة كبيرة جدا قلت له رئيس غرفة التجارة وبائع متجول في أسواق دي مشكلة كلما رأى شرطي ولا هاربا هذا كهذا ممرض ينظف المرضى من أوساخهم وجراح قلب كبير كل عملية بخمسمائة ألف أتيت له بأمثلة مجند في خط أمامي بالشتاء بحفرة ممتلئة بالماء عليه أن يقف فيها ليرقب العدو وقائد الجيش في غرف فخمة جدا وفي تدفئ وازنت بين رئيس الأركان وبين مجند وبين طبيب قلب وبين ممرض وبين أستاذ جامعي وبين معلم وبين رئيس غرفة التجارة وبين بائع متجول وبيت بأرقى أحياء دمشق بثمانين مليون في القاهرة بيت ثمن ألف مليون ليرا سوري عشرين مليون دولار وزنتين هذه البيوت وتلك البيوت ثم قلت له تهيأ تهيأ بهذه الآية انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل أكبر درجات وأكبر تفضيل مراتب الدنيا لا تعني شيئا وقد تعني العكس فلما نسوا ما ذكروا فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بخدا لكن مراتب الآخرة أبدية لا تزول وتعني كل شيء فالبطولة أن تبحث عن مرتبة في الدنيا تنتهي عند الموت وقد يكون الموت قريبا أم أن تبحث عن مرتبة عند الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر كم هي المسافة بين من يسعى لمقعد صدق عند مليك مقتدر وبين من يسعى لمرتبة في الدنيا لا تعني شيئاً وقد تكون سبباً شقاء الإنسان وهلاكه الله عز وجل أعطى الدنيا لمن لا يحب ولمن يحب أعطاها لقارون وهو لا يحبه وأعطاها لعبد الرحمن بن عوف وهو يحبه إذن ليست مقياساً أعطى الملك لفرعون وهو لا يحبه وأعطاه لسليمان الحكيم وهو يحبه إذن ليست مقياساً لذلك قال عليه الصلاة والسلام ابتغوا الرفعة عند الله ابتغوا الرفعة عند الله إذن قضية أن تظهر ما عندك لإنسان محروم أو لغير محروم هذا المنطلق في خطأ شرعه الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة الصحة ورأى مبتلة لا ينبغي أن يقول له والله أنا الحمد لله عملت تخطيط ومنا فحوص كل درجة أولى لا هذا كلام في سوء أدب مع إنسان مريض إن رأيت مبتلة يجب أن لا تشعره بهذا المصاد وأن تشكر الله فيما بينك وبينه على أنه عافاك من هذا البلأ لذلك ورد في بعض الأحاديث أن الذنب شؤم على غير صاحبه إن عيره ابتلي به وإن رضيه شاركه في الإسم وإن ذكره فقد اغتابه هذا الذي لم يفعل ذنبا فكيف بالذي فعل الذنب هذه الآية الأولى يا أخوة الآية الثانية وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوْهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءِ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِي عَقُوبَ قَضَاهَا الحاجة هي الحكمة وهي معرفة طبيعة النفوس إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِي عَقُوبَ قَضَاهَا يعني خاف عليهم أن تصيبهم العين يعني من الطرائف أنه في بلاد حولنا ذاقت الحروب الأهلية وقد عفان الله منها ذاقت الحروب الأهلية ردحاً من الزمن وأحرقت الأخضر واليابس فبالتحليل لهذه الحروب أنه صراع عربي أو صراع دولي أو صراع طائفي وفي تحليل نسائي قالوا أنه حكمة عينها البلاد هي وفي تحليل قرآني ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصلعون الآن آية ثالثة وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ينظرون إليك وقد منحك الله صحة وكمالا وجمالا وفصاحة وانطلاقا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين آيات ثلاث تؤكد العين أن العين أحيانا تفعل فعلا خطيرا لكن بالمناسبة ليس معنى هذا أن العين تفعل وحدها من دون إذن إله عظيم ليس معنى هذا أن العين يمكن أن تحدث شيئا من دون إذن الله عز وجل لا يليق بألوهية الإله أن يقع في ملكه شيء لا يريده فالأمر بإذن الله بس أحيانا الله بقدر لهذه العين أن تؤذي لأن الذي آذته العين كان غافلا عن الله عز وجل كان غافلا وفي حركته كان مخفئ غفلا مع خطأ سببه عين تصيبه وتؤذيه يرني البخاري في صحيحة عن أم سلم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة إحمرار فقال عليه الصلاة والسلام استرقوا لها فإن بها النظرة يعني أصابتها العين استرقوا لها أي اقرأوا لها القرآن فإن بها النظرة هذا حديث في البخاري يشير إلى أن العين لها أثر في إيقاع الأذى بالذي أصابته العين حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين العين حق يعني هناك من ينظر بعينه وهو محروم إلى ذي نعمة غافل عن الله عز وجل هذه العين يخرج منها شعاع يؤذي الإنسان وفي حديث ثالث رواه الإمام أحمد في مسنده عن عائشة قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت صبي يبكي فقال عليه الصلاة والسلام ما لصبيكم هذا يبكي فهل استرقيتم له من العين ثلاث حديث تؤكد أثر العين في المحسود وفي حديث رابع أخرج مسلم وأحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تسترقي من العين أن تقرأ القرآن وأخرج البخاري وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا العين حق ونهى عن الوشم يعني الآن الناس بسذاجة مضحكة يضع حذوة فرص على مركبته أو حزاء صغير أو خلزة يعني هذه الأشياء لا تقدم ولا تؤخر وما أنزل الله بها من سلطة الذي يقدم ويؤخر أن تكون متصلا بالله أن تكون مقبلا عليه أن تكون منيبا إليه أن تكون مستقيما على أمره وإذا المنية أنشبت أظفارها هذا شعر ألفيت كل تميمة لا تنفع التميمة يعني حلقة توضع في رجل الطفل يعني على رغبة أن لا يموت وهو صغير وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع وفي حديث سادس يروى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعيذوا بالله من العين فإن العين حق ويروى أن أسماء بنت عميس قالت يا رسول الله إن ولد جعفر تسرع إليهم العين فأسترقي لهم فقال نعم فإنه لو كان شيء سابق القدر فسبقته العين ولنوي الإمام أحمد عن أبي ذر مرفوعا إن العين لتولع الرجل بإذن الله حتى يصعد حالقا أي جبلا عاليا ثم يترد منه تولع تعلق إن العين لتعلق الرجل بإذن الله بإذن الله حتى يصعد حالقا أي جبلا عاليا ثم يترد منه الحديث الثامن والتاسع العين تدخل الرجل القبرى والجمل القدرة حدثني أخ يعمل في الهندسة يكسو بيت ففي مركبة من أيام خرجت من الوكالة إن صح التعذير وجميلة جدا وحديثة جدا وغالية جدا يبدو أنه أحد العمال مسى الضوء الخلفي جرح فقط فقال له أقدم لك ثمن الضوء جديد قال له لا أريد مبلغ كبير جدا طبعا في عطلة والثمن خاص وتعنى التعنط غير معقول غير معقول باليوم التالي لقى مركبة سحقتها سحق نصف حطم الخلفي أيام الإنسان يتباهى بشيء يتعنت من أجله فيؤدبه الله عز وجل والحديث العاشر العين حق تستنزل الحالق والحديث الحالي عشر أكثر من يموت من أمة بعد قضاء الله وقدره بالعين والحديث الثاني عشر لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم لا يرقى الحمى السم السم والعين والدم الذي لا يرقى والحديث الثالث عشر العين حق وأصدق الطيرة الفأل المناسبة في عنا موضوع الطيرة يعني إنسان أيام بتشاؤم أو بتفأل هالموضوع علجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيرة يعني التشاؤم فقال أصدقها الفأل ولا يرد مسلما يعني إنسان شعر بالانقباض والعمل مشروع وفيه خير لا ينبغي أن يعتد بهذا الانقباض يعني أسس جمعية خيرية لإطعام الفقراء أو لرعاية الأيتام يا أخي مدائل هذا كلام ما له معنى قد تحس بالضيق أحيانا وهي بصيب المتزوجين يوم بوافئ على الزواج من واحدة بيدخل بوساوس تلاقي فيه انقباض هذا أحيانا من الشيطان البنت جيدة ومناسبة وما فيها عيب وأخلاقها عالية ودينة ومتواعة يقول لك متدايق هذا الضيق ما له معنى أبدا فالإنسان عليه ألا يأخذ بهذه المشاعر الغير منضبطة فلذلك قال عليه الصلاة والسلام أصدقها الفأل وكان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل يعني حدثني أخ مستوى المياه بإسطنبول هبط إلى الثلاثين بالمئة في السدود وفي مشكلة كبيرة جدا وهناك تحذير من الجفاف في ليلة واحدة في شهر آب الماضي في شهر آب اللهاب في ليلة واحدة نزل من الأمطار ما يساوي معدل السنة بكاملة الذي نزل في عام بأكمله نزل في ليلة واحدة فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الفأل في شخص سوداوي كل ما تقول له قضية إن شاء الله ما في أمل أبدا كل ما تعطيهك بصيص نور أمل الله ينصرنا أبدا انتهينا هذا إنسان سوداوي المزاج واليأس والقنوط من الكفر الله عز وجل عنده خير كبير وبلحظة تتبدل الأحوال من كان بظن أن هذه الكتلة الشرقية المرعبة التي تملك أسلحة نووية بإمكانها أن تدمر القارات الخمس خمس مرات كلام دقيق عندها من الأسلحة النووية ما يمكن أن تدمر بها القارات الخمس خمس مرات من يصدق أن هذا العملاقة الجبار يتداعى من داخله من دون حرب وكما أظهر الله لنا جبروته وقدرته في الذين في المشرق قد يظهر الله لنا أيضا إن شاء الله جبروته في الذين في المغرب فلذلك كان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل ما كان يحب التشاؤم والتشاؤم يأس واليأس كفر والقنوط يأس والقنوط كفر كان عليه الصلاة والسلام يقول أصدقها الفأل ولا يرد مسلما إذن الأمر واضح هدف واضح والوسائل واضحة والحكم الشرعي واضح وشعف بالانقباض لا تعبأ بهذا الانقباض هذا حال يحول وإذا رأيتم من الطيارة شيئا تكرهونه فقولوا اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله الإنسان قد ينقبض إذا أقدم على عمل جيد العمل أقدم على سفر سفر والسفر مشروع أقدم على دراسة والدراسة مشروعة أقدم على زواج والزواج مشروع انتقل من بيت إلى بيت في أيام يصيب الإنسان حالي اسمه التكلس العقلي يعني ما بيغير ما هو عليه مهما كله في الأمر بلا سبب يعني الإنسان أيام ينقبض ولا يشعر أنه ارتكب ذنبا ليس مؤاخرا على هذا الإنقباض ولكن مدام الهدف واضح والوسائل مشروعة ينبغي ألا يصرفه انقباضه عن أن يفعل هذا الشيء والحقيقة القصص التي تتحدث عن مصيبة نزلت في إنسان بسبب مباهاته وبسبب عين الحسود قصص كثيرة جدا لا تعد ولا تعصى ولكن هناك أناس يعني لا يعبؤون بهذه الموضوعات إطلاقا وهي حق وهناك ثلاثة عشر حديثا صحيحا في البخاري أو مسلم أو في الصحاح تؤكد العين وهناك آيات ثلاثة فإذا أنا موقفي من هذا الدرس أنني أتواضع لله عز وجل ولا أفكر أبدا أن أظهر ما عندي بغية أن أستعلي وأن أزهو على الناس هذا الموقف العملي من هذا الموضوع والحمد لله رب العالمين جاءني سؤالان إن ما معنى وأما بنعمة ربك فحدث مليون نعمة نحن جميعا مشتركون بها حدث الناس بنعم الله المشتركة أن الله عز وجل أعطانا نعمة البصر أعطانا زاكرة أعطانا مياه في أمطار كثيرة اتحدث عن هذه الأمطار واشكر الله عليها من قال لك إن هذه الآية تعني أن تحدثنا عن نعمك أنت في نعم لا تعد ولا تحصى بين كل الخلق وصدقوني أيها الإخوة الإنسان إذا كان مهتديا إلى الله ومعافى في جسمه وعنده قوت يومه كأنما ملك الدنيا بحذافيرها كلامي دقيق جدا إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافى في جسمه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها الباقي مظاهر فقط والله دخلت لبيت بزماني والبيت متواضع جدا ما في بلاط يسموه عدسة والأساس من أرخص أنواع الأساس بصات وطراحة ما في كنبات أنا هكذا شعرت أن هذا البيت قطعا من الجنة صاحب البيت مؤمن وقاله زوجة يبدو أنه يحبها وتحبه وفي أولاد أطهار صفنت قد يكون بيت حقه مئة مليون قطعة من النار فلما الله عز وجل بيسعد الإنسان المظاهر مالا قيمة بيقوله أنه ملك سأل وزيره من الملك قاله أنت في غيرك ليش قاله لا الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفون له بيت يؤويه وزوجة ترضيه ورزق يكفي هذا الملك إنه إن عرفنا جهد في استرضائنا وإن عرفناه جهدنا في إحراجه وأنا أقول لكم الآن إن لم تكن طرفا في مؤامرة قدرة هدفها إفقار المسلمين أو إضلالهم أو إفسادهم أو إضلالهم أو إبادتهم فأنت ملك الآن قد تكون حاجب بدائرة لو كنت أعلى أفضل لكن إذا أنت مستقيم فلس قد تكون ضارب آل كاتبة قد تكون أمين مستودع ما عندك شيء لكن مدام تعرف الله وتطيعه فأنت الملك لذلك قال عليه الصلاة والسلام ابتغوا الرفعة عند الله إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها فهلأ يعني بتلاقي عدد كبير في العالم يخضع للقطب الواحد يخضع ويرتكب الجرائم من أجل أن يرضي هذا القطب الواحد ويضحي بالمسلمين وبثروات المسلمين وبكرامة المسلمين إرضاء لهذا القطب الواحد فإذا الإنسان ما كان طرف بمؤامرة قدرة هدفها إفقار المسلمين أو إضلالهم أو إفسادهم أو إذلالهم أو إبادتهم فأنت والله ملك لكن لا تعرف قدر هذا الملك إلا يوم القيامة والحمد لله رب العالمين بيوت مسلمين جحيم لا يطاق ما في ود ما في محب هذه الآيات وتلك السور يرد بهم السحر ويرد بهم المس ويرد بهم كيد شياطين الإنس الذين هم من بني جلدتنا لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن والذي نسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان ترجمة نانسي قنقر